نتحدث أكثر عن الموضوع من الرياض مع دكتور ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية مساء الخير أهلا بك معنا كيف تتابع سائل الانتخابات بداية إلى أي درجة النتائج المتوقعة ستكون قريبة من استطلاعات الرأي التي تتحدث عن 70% لصالح بوتين مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام طبعا التوقعات تبنى على معطيات المعطيات الرئيسية أو المعطى الرئيسي الأول هو النتائج الانتخابات السابقة في الفترات السابقة الفترة أولى للرئيس بوتين ثم الثانية ثم الثالثة لشقيقه في الحزب فلاديمير ميدفيدي في قصدية ثم الرابعة ديمتري ميدفيدي ثم الرابعة الفترة الرئاسية الحالية ثم الانتخابات القادمة الفترات السابقة تراوحت في أسوأ حالاتها بين 52 إلى حوالي 72 بمعنى أن هذا هو المعطى الرئيسي الأول لأن مؤشرات الانتخابات السابقة هي محسومة بنسبة عليه جدا الجانب الآخر هو تعدد المنافسين وتعدد المنافسين يضعف المنافسة تصبح المنافسة في اتجاه واحد ضعيفة جدا مقابل التعددية لأن تعدد المنافسين تصبح نسبهم من 1 إلى 3 إلى 5 قد يصل أعلىهم إلى 10% فلذلك تتفكك الأصوات ويصبح المرشح الرئيسي هو صاحب الحظوة الكبرى في الفوز بالانتخابات لذلك هذان المؤشران الرئيسيان على أن الرئيس بوتين يبدو أنه يحسم الجولة الحالية ويصبح رئيسا إلى 2024 بما يحدث حاليا بروسيا بعد ما قامت به في بريطانيا وبعض الإجراءات التي اتخذتها بحق بريطانيا كرد على إجراءات الأخيرة كيف سيلقي بظلاله على الداخل الروسي دائرة الانتخابات تحديدا أنا في تقديري هذا العنصر هو كان مثار حديث عند بعض المحللين يعني ليس الحدث بذاته ولكن التوقيت لماذا أرادت بريطانيا اختيار هذا التوقيت لإثارة هذا الملف نحن نعرف أن قضايا التجسس وقضايا الإشكالات المماثلة استمرت بين الجانبين حوالي سبع مرات متكررة منذ عام 1994 إلى المرحلة الحالية فالتوقيت هو الذي أثار كثير من المحللين وفي تقديري أنه سوف ينصب إلى جانب الرئيس بوتين بالإضافة إلى عناصر أخرى مهمة العنصر الأول أن العقلية الروسية التقليدية لا زالت تستحضر المرحلة السوفيتية الأخيرة والمرحلة الروسية في فترة ييلتسين التي فقدت فيها روسيا هويتها الداخلية ثم المرحلة التي قدم فيها بوتين وانتشرت داخل الروسي من مخالب المتنفذين والذين سيطروا على منافذ المال والسياسة والأعمال الجانب الثالث هو حقيقة ضعف الشخصية الروسية في الخارج والتي أعادها بوتين في فترتين رئاسيتين متواليتين لذلك هذه العناصر مع هذا العنصر هي في تقديري سوف تكون في صالح المرشح الرئاسي الرئيسي الرئيس فلاديمير بوتين طبيعة السياسة الخارجية التي يعتمدها بوتين يعني قلت كما أرجع كما السابق بس بالتفاصيل ما يحدث تدخلاته بالمناطق وما إلى ذلك وقوفه بالسنوات كلها الماضية إلى جانب ما حدث خلال هذه السنوات سنوات ولايته الثالثة وقوفه لجانب نظام الأسد وأشياء ثانية أخرى ستؤثر بالمواطن الروسي وبالتالي بعمليات انتخابه أم لا كما أشرت في حديثي السابق أنها ستؤثر إيجابيا لأن المواطن الروسي ينظر إلى هذه الأحداث من زاوية أخرى تختلف لدينا نحن مثلا في الشرق الأوسط نظر إلى أنه تدخل روسي أنه أعاد إلى قوتها لا إلى أن تدخل روسي في مناطق الشرق الأوسط وأنه مثلا دعم لإيران التي هي خصم المنطقة لدينا ولكن الداخل الروسي ينظر إلى أنها مناطق نفوذ أن شخصية روسيا الدولية بدأت ترجع أن روسيا العظمى بدأت تكون حاضرة في الساحة الدولية أن روسيا سطعت أن تغلب القوى الغربية في بعض الملفات فلذلك في تصوري أنها توظف أن الجانب الأهم في تقديري أستاذة في الانتخابات الرئاسية الحالية عنصرين رئيسيين هي الملفتة في الانتباه العنصر الأول هو تركيز الكريملين في حملة الانتخابية على الشباب ورسائل الرئيس بوتين توجهت للشباب الحراك تم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخيار المفضل لدى الشباب الجانب الآخر وهو المتوقع أن سيكون هناك نتائج واضحة في القرم سواء من حيث نسبة الانتخاب أو من حيث ترشيح الرئيس بوتين كأن ما هي رسالة الروسية إلى الغرب أن هذا هو القرم الذي تنازعون فيه شارك بهذه النسبة في الانتخابات وشارك بهذا التصويت لصالح الرئيس بوتين على عشرة إذا أردنا أن نضع رقما على شفافية الانتخابات الروسية أي رقم نضع؟ طبعا وللأسف أنني لست في الداخل الروسي ولست من فريق المراكملين الذين طبعا تم ترشيحهم ولكن طبعا أنا طبعا نتوقع فوز الرئيس بوتين بنسبة تتجاوز الـ 65% والسبب الرئيسي في هذا ليس مجرد شعبية بل ضعف المنافسين منافس القوة لديهم ضعيفة التنسيق فيما بينهم ضعيف أنا أشكرك جزيلا من الرياض كنت معي دكتور ماجد توركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية شكرا دكتور ماجد شكرا شكرا